في ظل الأزمة المتفاقمة في اليمن تبرز لليمنيين مآس أخرى غير الحرب الأمراض تفتك باليمنيين من الكوليرا وسوء التغذية وليس انتهاءا بالسرطان منظمة الصحة العالمية وصفت ما يتعرض له مرضى السرطان بمثابة عقوبة إعدام فالموت سيصبح مصير 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل وشح الأدوية ما يسبب مستقبلا خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض صراحة معاناة مرضى السرطان لا تفتزل فقط في تقرير يبحث عن تمويل نحو 35 ألف مصاب نحن نتحدث عن معاناة ممتدة منذ بداية الحرب هؤلاء يعانون الأمرين في ظل ازدياد عدد الإصابات في ظل ازدياد المعاناة في ظل شحة الإمكانيات بسبب مآلات الوضع الذي تعانيه هذه البلاد تدهور الأوضاع الصحية في اليمن ألقت بظنانها على حياة اليمنيين فبينما يصالع النظام الصحي اليمني للبقاء يتصاعد عدد مرضى السرطان يوما بعد آخر وبحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية تزايد العدد من عشرة آلاف سنويا عام 2017 إلى 30 ألف في العام الحالي لم يتلقى العدد سوى 40% منهم لا شك أن وقوع 35 ألف من مرضى السرطان بين مخالب هذه الحرب هو بمثابة قرار إعدام بهؤلاء المرضى الذين تقطعت بهم السبل المراكز المتخصصة بتقديم خدمات أمراض السرطان كانت تقدم هذه الخدمة وتعتبر من الخدمات المتميزة لهذه الشريحة لكن للأسف الشديد أغلقت هذه المراكز أبوابها وانعدمت الأدوية لهذه الأمراض وخاصة أمراض السرطان أسعار الأدوية الباهضة إضافة إلى شحيها وإغلاق المراكز المتخصصة بعلاج السرطان لأبوابها عوامل زالت من معاناة اليمنيين فضلا عن الطاقة الاستيعابية الضائلة للمستشفيات التي تبدو عاجزة عن استقبال الحالات الجديدة للمصابين بالمرض تمتد معاناة اليمنيين وتزاد عليهم الجراح حتى باتوا يموتون بنار الحرب أو فتكا بالأمراض فلم يبقى من اليمن السعيد سوى اسمه فقط